اهلاً وسهلاً تداولات قوية لمؤشر الدولار في جلسة الأسبوع بين مستويات 142 إلى 165 على أثر قرار الفدرالي الأمريكي برفع الفائد بمقدار 25 نقطة أساس والإشارة إلى أمكانية رفع الفائد في اجتماعين آخرين بينما سجل الجنيل سترليني بعض التراجعات مقابل الدولار على أثر انقسام أعضاء بنك إنجلترا في التصويت على عملية رفع الفائد بمقدار 50 نقطة أساس كما أسقط بنك إنجلترا الإشارة إلى رفع الفائد بقوة إذا لزم الأمر مما اعتبرها المستثمرين إمكاني لتخفيف وطيرة رفع الفائد في الاجتماع القادم كان بنك أوروبا قد رفع الفائد بمقدار 50 نقطة أساس وتعهد برفع الفائد بمقدار 50 نقطة أساس أخرى في الاجتماع القادم نحتاج متابعة بعض البيانات الاقتصادية واجتماع بنك أستراليا في جلسة الأسبوع القادم فمن المتوقع أن يرفع بنك أستراليا الفائد بمقدار 25 نقطة أساس في الوقت الذي يواجه فيه الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مقاومة قوية عند مستويات 71-30 من أمريكا ينتظر المستثمرون حديث رئيس الفدرالي جيران بويل في النادي الاقتصادي في واشنطن وحديث عضو الفدرالي ويليامس في مقابلة قد يناقش فيها بعض التوقعات الاقتصادية كما سيصدر الاقتصاد الأمريكي قراءة ثقة المستهلك أما من بريطانيا فسنتابع جلسة الاستماع لتقرير السياسة النقدية وقراءة الناتج المحلي الإجمالي لمعرفة المزيد عن صحة اقتصاد بريطانيا نبدأ بالتحليل الفني جلسة الأسبوع القادم مع صدور أرقام الوظائف الأمريكية ب517 ألف وظيفة انخفاض البطالة 3.4% نبدأ مع الذهب يواجه الذهب حاليا مستويات الدعم السعري المتحرك عند متوسط المتحرك 200 على المستويات 1874 استمرارة الهبوط على ما أعتقد مرهونة بكسر مستويات 1874 والثبات أدناها للوصول إلى مستويات 1859 ثم مستويات 1829 عودة التداول أعلى مستويات 1901 قد يفتح المجال لإمكانية تسجيل ارتفاعات نحو مستويات 1919 ثم إعادة اختبار القناء الصاعد السعرية الحد السفلي منها عند مستويات 1928 أما مع تحليل اليورو فاليورو يتداول داخل القناء السعرية الصاعدة حاليا عند مستويات الحد السفلي للقناء عند أسعار 18835 إمكانية تسجيل هبوط مرهون بكسر مستويات الحد السفلي للقناء لتسجيل انخفاضات أكثر نحو مستويات 10760 ثم مستويات 10680 عودة التداول أعلى مستويات المقاومة السعرية عند مستويات 10940 قد يفتح المجال لإعادة اختبار الهايات السعرية الأخيرة عند مستويات 11 سنت تقريبا ننتقل إلى تحليل الباوند الباوند كسر مستويات القناء السعرية الصاعدة الحد السفلي عند مستويات 1.2260 ثبات التداول أدنى مستويات الـ 1.2260 قد يفتح إمكانية تسجيل انخفاضات نحو مستويات 1.1970 ثم اختبار الدعم السعري عند مستويات 1.1880 ملاحظة كسر مستويات 18.80 قد يشكل نموذج الدبل توب القمم السعرية فكسر مستويات 18.90 يفتح مجال لتسجيل انخفاضات سعرية أكبر للباوند ننتقل لتحليل خام غرب تكساس النفط خام غرب تكساس النفط يتداول داخل النموذج أعلى مستويات أيضا الوتد الهابط إمكانية تسجيل ارتفاعات أو ارتدادات سعرية صاعدة مرهون باستمرارية التداول أعلى مستويات 75.80 لزيارة مستويات 77.70 ثم 79.15 ثم 80.55 الكسر الواضح والصريح للبراود نينجوج الحد السفلي من الوتد 75.65 أو 75.60 قد يفتح المجال لتسجيل انخفاضات سعرية نحو 74.40 ثم 73.10 نختتم مع تحليل الداوجونز الداوجونز بتداول أدنى الترند الهابط المشكل من شهر 1.2022 على الأسعار أو أدنى الأسعار 34.230 والمنطقة المقاومة السعرية عند 34.590 فثبات التداول أدنى هذه منطقة المقاومة أو المنطقة المقاومة السعرية ممكن يفتح المجال لتسجيل انخفاضات نحو 33.430 ثم 32.640 لكن في حال اختراق مستويات 34.570 ممكن يفتح مجال لتسجيل ارتفاعات نحو 35.305 ثم 35.800 طبعاً إغلاق واضح وصريح أعلى مستويات أو أعلى منطقة المقاومة السعرية 34.590 بإغلاق يومي تداولات موفقة للجميع تداولات موفقة للجميع